ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مشيرة إلى ما تتميز به مملكة البحرين والولايات المتحدة بعلاقاتها الاستراتيجية والتجارية الراسخة موضحة أن توقيع البلدين على عدد من الاتفاقيات المحورية تهدف إلى تعزيز التعاون المتعدد الأطراف وإنشاء مشاريع استثمارية رئيسية في مجالات عدة هذا وانضمت سعادتها في نيويورك إلى حالقة نقاشية ضمن مشاركة ممثلين عن 12 من كبار المؤسسات المالية والتي صلطت الضوء على أفضل الممارسات التي تتبنىها المؤسسات المالية على صعيد التخطيط الاستراتيجي لتتبنى الأصول الرقمية في البيئة التنظيمية الراهنة كما شارك كبار مسؤولي مجلس التنمية الاقتصادية في جلسات نقاشية مختلفة استفادت مملكة البحرين من استقطاب شركات عالمية استثمارية وبالأحرى الشركات الأمريكية التي عندنا العديد من الأمثلة وقصص نجاحات في استقطاب هذه الشركات التي قدرت تخلق وظائف للبحرينيين مثال على هذه الشركات عندنا شركة موندليز العالمية المملكة لأكثر من 40 دولة تصدرها لإستراليا ونيو زيلاند من المملكة عندنا شركة وستبوينت هوم متخصصة في الأنسجة للفنادق وستبوينت استفادت من اتفاقيات التجارة الحرة الموجودة في مملكة البحرين أيضا من ضمن خطط المملكة في استقطاب الشركات الأمريكية عندنا منطقة التجارة الحرة المتخصصة اللي أيضا تملك كل البنية التحدية تملك كل المقومات لاستقطاب مثل هذه الشركات الرائدة طبعا نحن موجودين اليوم لتقي بعدد من الشركات الاستثمارية منها شركات خدمات المالية خدمات القطاع التكنولوجي المالية والتكنولوجيا من حيث نسلط الضوء على المميزات الموجودة في مملكة البحرين وبالأخص للمواهب المحلية الموجودة في مملكة البحرين طبعا مثل ما تعرفون القطاع المالي في البحرين قطاع عريق جدا قدر أن يستقطب العديد من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية ولله الحمد تقدر هالقطاع أن يوظف عدد كبير من العمال البحرينية والمواهب البحرينية فحاليا 70% من القطاع الخدمات المالية تكون من مواهب بحرينية ونحن نشوف طبعا لهالمواهب قاعد تزيد في قطاع التكنولوجيا والبرمجة فطبعا تواجدنا اليوم أننا حابين نحن نسلط الضوء على المواهب البحرينية المتواجدة وفي ناس الوقت نبين القوانين الموجودة في البحرين لتساعد الابتكار وتساعد في استقطاب هذه الشركات في البحرين نحن ساعدين جدا بزيارتنا للولايات المتحدة الأمريكية وذلك بهدف توعية المستثمرين عن مزايا مملكة البحرين ومن تلك هذه المزايا التكلفة التشغيلية التنفسية والكوادر البحرينية والمنظومة التشريعية المتقدمة ونسع عبر هذه الزيارة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الفرعية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات ترجمة نانسي قنقر